نحن اليوم حلقتنا هي حتكون استمرار لقاعدة اللي هي صيغة الشرط شارت كيبي والدرس الرابع من شارت كيبي اليوم هناخد شمديكي زمان مع لاحقة الشرط شمديكي زمان مع لاحقة الشرط نحن اخذنا اول مرة انا بحب هيك ذكر اول شي اخذنا ديلك اللي هي كيشكي كيشكي اف دي اول سم اخذنا بعدين الشرط النظامي الي هو جنيش زمان مع الشرط اي درس شرصا اذا بتدرس منيح كزانرسن تنجح الدرس الماضي اخذنا جنيش زمان مع الشرط الي هو اذا كنت قد اذا كنت قد لاحظوا بدا تكون امتهت يقول لك مثلا اشلرني بتيسا اذا كنت قد انهيت عملك هادي قدلم هادي بحشيك كلم هادي دعنا نخرج الى الحديقة اذا كنت قد انهيت اليوم شمديكي زمان مع الشرط شمديكي زمان مع الشرط معناها اذا كنت الان كان يعمل اذا كنت الان تفعل هذا الشي هنضرب بعض الامثلة لنوضح القاعدة استخدامه بجوز اقل طبعا من القنيش زمان بس في مواطن بتحس انه هو الوحيد اللي ممكن يعبر عن المعنى الذي تريده مثلا فتت انت هيك انا بحب عم بديعيشكم بالجو الحادثة مثلا دقيت الباب فتت فجأة لقيت فلان وفلان عم يحكوا سوا هيك مبينين عم يوشوشو فانت بتقول ازال كنوشيور صنز اذا كنوشيور لاحظوا الان اذا كنتوا عم تحكوا بشكل خاص ازال كنوشيور صنز بشي بعدين بشي بعدين هون ما استخدمت كنوشيور صنز لانه كنوشيور صنز معناها اذا تحدثتم لاحقا معناها اذا تحدثتم لاحقا القنيش زمان كنوشيور صنز طبعا الدرس الماضي يعني اذا كنتم قد تحدثتم وخلصتم اذا الان قائم الحديث ازال كنوشيور صنز صنرا جلرم بتجي بعدين بتجي مثلا بتفوت عن صديقك بتشوفو كأنو عم يشتغل درس او عم يدرس درس تشلوشيور صنز اذا كنت تدرس الان بير ساعت صنرا بحشي قدرز معناها بنروح بعد ساعة على الحديقة ما بنروح هلا اذا كنت الان عم تدرس تشلوشيور صن بير ساعت صنرا بحشي قدرز مثلا عم تحكي مع واحد بتحسه ما عم يرد عليك ما عم يفهم ما عم يسمع فتقول له بني دوي ميور صن دوي تسمع بني دوي ميور صن اذا كنت لا تسمعوني ساسيمي يوكسل تبيلرم يمكنني ان ارفع صوتي ساسيمي يوكسل تبيلرم او ممكن تقول له كولاك دكتور اجيت روح عن دكتور اذنية لان اذا ما عم تسمعني معناها بيكون عندك مشكلة مثلا مثلا واح انت قاعد بالغرفة ففي واح التلفزيون شغال فانت بتطلع كأنه ما عم يتابع التلفزيون والتلفزيون ازعجك صوته فانت بتقول تليفزيون ازليمي يور صن اذا كنت الان لا تتابع التلفزيون ازليمي يور صن كبطابليرميسن كبطابليرميسن هل يمكنك ان تغليقه؟ تليفزيون ازليمي يور صن كبطابليرميسن هل يمكنك ان تغليقه؟ مثلا كمان شفت واحد لاحظت الفكرة من اذا شمدك زمان مع الشرط عم يعبر عن حالة الان واقعة يعني عمل مستمر انت في الان انا هذا بدي اتأكد اذا انجد انت عم تعمله ولا لا فمثلا بتقعد على الكمبيوتر عم تحاول تشتغل فانبين انه في مشكلة بتطلع عرفي اكفي لك اذا كمبيوترك ما عم يشتغل يعني في مشكلة وحس عليك انه في مشكلة اذا لم يكن جهازك او حاسوبك يعمل يمكنك ان تستخدم جهازي يمكنك ان تستخدم جهازي او خاصتي يعني بدل ما اقول او ديشترية الهيئة او خاصتي او ديشترية الهيئة او ديشترية الهيئة ديش هيكي مي او ديش تشي يه اللي هو ديش ليريم اغري يورسا اذا اسنانك تقليمك مثلا شفت واحد بده يحكي موضوع مثلا انت وفلان صديقك متفقين انه تخبره فلان بقصة بموضوع فشفته هيك متلبك خجلان وما لو عارف شو بدي يساوي فبتقول له انلطا ميورس انلطا هاي القائلنا نفي الاستطاعة يعني اذا ما بتقدر تخبره انلطا ميورسان بان انلطرم انلطا ميورسان بان انلطرم اذا كنت لا تستطيع انه تخبره انا بخبره انلطا ميورسان بان انلطرم مثال اخر طبعا انا بذكر انه انا عم بستنى منكم ايضا الامثلة هلا على الفيسبوك هلا بفتح التعليقات بشوف اذا في امثلة لحتى شوف انه وضحة الصورة خاصة اللي بتامعونا ومتعودين يبعثونا جمل على الفيسبوك لأنه هاي الجمل تثري أو يضل تثري الأمثلة اللي أنا بعطيها اتنين إذا كان في أخطاء بعرف أنا شو الأخطاء اللي عم تقع فبرجع بنبه أو بوضح الفرق وبنقول لا والله أنه هون بهالموقع كان الأصل أنه نستخدم الشرط مو شمديكي زمان مثلا جيتش ميش أو جينيش زمان والدرس الجاي جيلي جيك زمان مع الشرط بحيث أنه نحن نصير فهمانين الشرط كله بعمومه لذلك أنا حرصت أنه أفرد حلقة مع كل زمن كان ممكن أختصره كتير وأعطيه بسرعة بس لا لأنه نحن بإذاعة وأنه يعني بيكفي أنه المشائل المستمع قد يكون بس عم يسمع صوت ما عم يشاهد ما عم يقرأ أمثلة فلهيك حبينا أنه نفصل الآن مثال آخر واحد مثلا عم يدرس وأنت عم تحكي تليفون جنبه فأنت بتسأله سيني رهات صز سيني رهات صز إدييور سام إذا كنت أنا أزعجوك الآن سيني رهات صز إدييور سام ديير أودة أترابلرم ممكن هون ما عم يحكي تليفون بس هيك إذا وجود يمذائك سيني رهات صز إدييور سام إذا كنت أنا أزعجوك أنا لا أعرف إذا أم بزعجك أو لا هذا الشرط يمكنني أن أجلس في الغرفة الأخرى مثلاً أنت بالشغل مثلاً وحسيت سمعت المدير عم يقول أنه والله عنا اليوم مناوبة أو عنا ضيف مهم جاي الكل يستنفر وكل كذا أنت خلص دوامك صارت ساعة خمسة بدك تمشي تسأل إذا كان بقائي واجباً يعني إذا توجب يجب أن أبقى سكنتة يوك بالعكس مثلاً أنه حسيت أنه خلاص ما في شغل كأنه أمورنا الحمدلله خالصة بالشغل إذا كان لا يتوجب علي أن أعمل ما سفي شغل أعمله فأنا أريد أن أذهب إلى البيت بهذا الشكل يعني منكون نحن وضحنا شمدك زمان مع لاحقة الشرط اليور مع السا يور سا يور سا إذا يور سا معناها أكون الشرط إذا كنت كأنه عم نقول إذا كنت الآن تفعل هالشي أو إذا كنت أنا الآن أزعجك وبيجي الطرف الآخر من الشرط مثل ما قالنا دائماً بده يعطي معنى له علاقة بالمستقبل لأنه إذا أنا الآن عم بزعجك ففي شي بده يصير لاحقاً بدي أعمله إذا أنه إنت الآن سنانك عم يجعوك إذا مستقبلاً أو بعد شوي أو هلأ بعد ثانية شو بدنا نروح على الطبيب هذا شرط أساسي لشملة الشرطية إذا شمدك زمان مع الشرط الآن سأفتح أيضاً على التعليقات ونشوف شو الأمثلة اللي أضافوها الشباب اللي متعودين دائماً هيك يكونوا معنا على الفيسبوك وأنا دائماً برجع وبأكد وبذكر أنه اللي عنده قدرة حتى لو عم يسمع على الإذاعة اللي عنده قدرة يفتح مثلاً لأنه نحن عم ننزل الأمثلة اللي أنا عم بذكرها نزلناها مكتوبة بالتعليقات فاللي عنده قدرة أنه يفتح عليهم بحقق فائدة أكبر لأنه بيفهم الجملة تماماً هاي بلش آخر نقطة تيبة ماشاء الله من الشباب المتفاعلين أهلا وسهلا هو سوك كاريا جاك تمام هش قال مشسن شكراً لكم جميعاً صباح الخير للجميع هاي جملة من قطيبة هاي جملة من قطيبة نقول نحن باشنز ساغ أولسن بالتركي إذا كنا عم نعزي شخص آخر باشن أو باشنز ساغ أولسن هاي بتشبه هالجملة اللي بحكوها بعض العرب يقولوا يسلم راسك يسلم راسك يعني أنه ان شاء الله تضلوا بخير مثل وقت نقول مثلاً البركة بحياتكم بس وممكن تقول أنت باعتبار أنت أعايش هون وكذا بتضم حالك للمجموعة هاي فتكون عم تعزي نفسك فتقول باشنز ساغ أولسن يعني كأنه عم نقول نحن بقي بحياتنا كلنا لأنه نحن كلنا يعني مصابنا واحد والله يا رب هيك يتلطف فينا جميعا درس تشالشيورسا راتسز اتمي إذا كان عم يدرس فلا تزعجو حلو درس تشالشيورسا مثلاً اما بتحكي لابنا الأول أنه قاردشين درس تشالشيورسا أنه راتسز اتمي فلا تزعجو إذا كان عم يدرس قاردشين درس تشالشيورسا يدرس تشالشيورسا يعني زهير كاتب جميعا إذا ما أنهيتوا اللعب في الثالج فانتبهوا على صحيتكم هاي بس جنيش زمان اللي هي شرط عام شرط عام مو الآن إشين يوكسا كاردان اوينيا بيلرسن كارد كاردا اوينيا بيلرسن إذا ما عندك شغل ممكن تلعب بالثلج هاي جملة اسمية هذا الشرط مع جملة الاسمية يوك لأنه مفعل بس معنى صحيح لأنه بتعطي المعنى لشين ديكي ياغمور ياغيورسا ثونرا تشكا بيلرز يعني كنا نخرج لاحقاً إذا المطر يهطو الآن بزي جيل ميورسا لطفاً لا هلا هاي لا اه شو اسمه عبد الحميد بزي جيل ميورسا إذا كنت مو جائلة عنا الآن بزي هابيرفير يفترض هون بقى بنستخدم لا الدرس الجاي بناخده اللي هو قيلة جيك زمان يعني إذا كنت مو ناوي تجي لعنا خبرنا إذا كنت مو ناوي تجي خبرنا شفت أنا وسعيد بالجمل أه 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 في شغلة ملاحظة يعني عامة لأنه محمود عم يسأل ألني أجما كويدون أجما كويدون يعني وضعت يدك على جرحي. في نقطة مهمة بموضوع العبارات اللي هي بتكون مجازية العبارات المجازية أنه لا تترجم يعني يعني أنا لما ما فيني مثلا أنا بقول بالعربي وحطيت إيدك على الجرح. هون شو بيكون أصدي بالعربي أنه أنت أعرفت مكمني المشكلة. هذا لا يعني أنه أنا إذا أجيت ترجمتها ترجمة حرفية وقلت ألني أجما كويدون بيكون هذا المصطلح مستخدم عند الأتراك. أنا ما بدي جاوب شواب خاص عن هذا المصطلح ممكن يكون مارر وممكن يكون لا. بس لو أنت هيك صار معاك شيء بدك ترجع تحط مثلا هالمصطلح ألني أجما كويدون على الجوجل وتشوف مثلا بالتركي تبحث مو بالعربي مو الترجم. تقول ندمك تدور عليه تشوف هل هو مصطلح موجود. هذا المثال ربما ذكره الأستاذ موسى فيصل. أستاذ فيصل ذكره بموضوع عربي تركي. اللي هو مثلا نحن بالعربي بنقول ما حدا بيقول عن زيته عكر. بينما الأتراك فهل إذا ترجمناها ما بيفهموا الأتراك بيصير مثل مختلف. عند الأتراك شو بيقولوا كيمسي يوردوم اكشي دميز ما حدا بيقول عن لبنه حامض. فلاحظوا هي نفس المعنى بس يموت ترجمة حرفية. لذلك معلومة عامة وياريت الكل ينتبه عليها ويستفيد منها. أي عبارة مجازية يعني بنسميه نحن تعبير بالتركي بنسميه ديم. ما يترجم حرفيا وإنما لازم تشوف تحاول تبحث بالتركي أنه شو بيقولوا عن هذا المثل ماذا يقال عن هالقصة. يعني نحن نقول ما بتنبل بتمو فولة بس الأتراك ما بيقولوا ما بتنبل بتمو فولة بيقولوا أزندا باكلا ساكلا ماز ما بتتخبى بتمو فولة. يعني مثال قريبة في تقارب الثقافات بس مو ترجمة فأنت ما فيك تجزم مجرد أنه ترجم مثل أو تعبير أنه هذا مستخدم. إذا لك أصدقاء أتراك سأله وقال له أنا هذا المعنى اللي بدي وصل له فشو بتقولوا أنتو عنه هاد أفضل طريقة. وطبعا في أحيانا كتب اسمه ديم لير ممكن الواحد يستفيد منها. إذا كان المطر والسلج يهطل في الخارج فلا داعي لخروجك. إذا كنت تعرف أنه تخيط يعني دي كيش اللي هو الحياكة بو دو مي دي كارمسن فهل ممكن تخيط لي هالزر دو مي زر. إلنا هي جملة اسمية لكني هم تعطي معنى الشيم دي هاستايسان إذا كنت مريد توربا إيج مي لسن. الآن ننتقل إلى فقرة الأغنية أغنية أول مرة بسمعها أنا مبارح فضغري يعني جديدة علي وعليكم بس حسيتها لطيفة وفيها معاني فيها يعني فيها شرط فيها لا واحق الشرط ولذلك اخترتها. ألنرم ألنرم ألنمك فعل ألنك بمعنى الضيق الاستياء ألنرم ثني يعني ثني ألنرم طبعا لاحظته دائما يمكن بالأغاني بتلاحظه أنه كتير بيصير هذا القرار. نحن متعودين أنه المفروض الفعل آخر شيء والمفعول قبل فالأصل الثني ألنرم بس دائما بلاحظ أنه بالشعر أنصح التسمية بيكون فيه دائما تبديل وتأخير ودائما الشاعر مدعوم له جوازات دائما باللغة. ألنرم ثني يعني إذا بتدايق منك أو منك لهو تام يزريمي ألنرم فأنا بتدايق من حالي تام يزريمي ألنرم يعني بستاء من نفسي. دارلر سم دارلمك أيضا جاي من فعل دارلمك بتستخدم لضيق يضيقو. فيكي تقول دارلتمك بيضيق بتستخدم مثلا بانطلون دارلتمك istiyorum. دارلرم يعني لما أشعر بالضيق دارلر سم لحظوها هذا جانيش زمان مع الشرط. دارلر سم إذا شعرت بالضيق أنجا إنما كنتمي دارلرم إنما أشعر بالضيق تجاه نفسي. ديانا مام ديانا مام ديانا مام مام هذا قنيش زمان بس شو الآائلنا اللي بتجي قبل النفي بتاعتنا في الاستطاعة يعني لا يمكن ان اتحمل ديانا مام لا يمكن ان اتحمل ديي بيرشيوك يعني لا يوجد شيء اسمه كتير حلو هالتعبير لا يوجد شيء اسمه لا استطيع ان اتحمل حفظوها كتير حلوة ديانا مام ديي بيرشيوك مثلا ممكن تقول مثلا جملة تانية بتقول باشارا مام ديي بيرشيوك لا يوجد شيء اسمه لا يمكن ان انجح باشارا مام ديي بيرشيوك لا يوجد شيء اسمه كذا ديانا مام ديانا مام ديانا مام ديانا مام ديانا مام تحمل اذا ما في شيء اسمه ما بتحمل بتحمل قريكي يورسا هذا شرط مع الشيم ديك زمان قريكي يورسا اذا كان تواجب علي يالانجنون بيرنا سرلرم إذا توجب علي مستعد انه يعانق الكذاب بحد ذاته. الكذاب بحد ذاته. إذا أخي الزلمة ممكن يعمل أي شيء. قد هادي سان نريي قدار سان. قدار سان هو شرط القنيش زمان. قدار قدار سان. لكن في ملاحظة كثير مهمة. نحكيها الآن ولكن ممكن بعدين نحكيها بتفصيل بالقواعد. أنه عندما يأتي السؤال. يعني أي لاحقة من نواحق السؤال. اللي هي ني. ني زمان. نريي. نصل. وبعده يأتي الشرط القنيش زمان. يبطل معناه شرط. يصبح معناه إلى أي مكان تريد. مثلا نصل استارسان. يعني أي شيء يريدك يا. يصبح لفيد التعميم. ني استارسان قدار رم. ني استارسان. يعني أي شيء تريده بجيبه. هون نريي قدار سان إلى أي مكان تذهب. روح. جيت هادي سان. نريي قدار سان. روح إلى أي مكان تريد أن تذهب. إتشمدان قليل يورسون. يعني إنما أنت تعبر من خلالي. إتشمدان قليل يورسون. عم تجي من خلالي. تعريفي زور. تعريف. تعريف يعني وصف. تعريف الشيء. وصفه. تعريفي زور. سوز ليرلي. سوز ليرلي. بالكلمات. صعب أني أوصف بالكلمات لكن أنت من عيوني بتعرف إذن تعريفي زور اسم الأغنية تعريفي زور إذن تعريفي زور سوز ليرلي بالكلمات صعب أني أوصف هالحالة وما أنت بتعرف من عيوني سني باندان ألان كادر 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 يعني حتى إلى كادر معناها اللي هي القدر وعندك كادر اللي هي تنتين اي اي كادر بصير معناها الكادر والحزن يعني عندك كادر وكادر وكادر تبهتوا الفرق كادر 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 معناها قادر سني باندان ألان كادر القادر اللي أخذك مني ألسام ذير ميم ديور يقول أنه أنا ما بتركه حتى لو متت حتى لو لاحظوا ألسام اللي هي تمام ديلك ألسام ذير ميم ديور بيقول أنه أنا ما بترك حتى لو متت يلاندان يانغن يانغن معناها حريق يانغن لارن يعني حرائقك اللي جاي من الكاذب يلاندان يانغن لارن بير يانيور مرة بتشعيل يانيور جاي من صيغة يانغن لارن ومرتين بتطفي الجملة اللي بعدها كمان اللي نفسها ديك سني باندان ألان كادر ألسام فير ميم ديور بيقول أنه أنا لو متت ما ببعطيك يالاندان روزقار لارن رياحك هاي الكاذبة بير اسيور بتهب مرة نفسي مي كسيور تقطع نفسي نفسي مي كسيور نفس كاسمك يعني يقطع النفس في أكثر من صيغة إذن مرمعنا هون من صيغ الشرط مرمعنا الشرط من القنيش زمان دارلرسم يعني إذا ضقته إذا شعرت بالضيق ومرمعنا جايريكي يورسا مع الشم ديكي زمان إذا توجب الآن هالشي ومرمعنا نرياقي دارسان بصير توفيد العموم إلى أينما ذهبتي اذهبي ومرمعنا اللي هي ألسام فير ميم إنه حتى ولو متت ما ببعطي اللي هو لاحقة أدي لك هيك بتكون الأغنية تقريباً صارت واضحة هلأ في معاني مجازية إنه يعني إحنا شرحناها كشرح بيبقى إنه شو كان أصده بفوت بالأدب فإحنا ما بنفوت بالأدب إنه يعني والحالة النفسية مجالنا إحنا اللغة شرحنا الكلمات وتركيب الجمل